أخت أم فهد من مصر بارك الله فيها تقول لديها أخت مطلقة وتقول حماتها أم زوجها للأسف تطلع عليها كلام وشيء من هذا القبيل تقول يعني أختي في حالة نفسية وكذا تدريد نصيحة وتسأل عن حكم مثل هذا الأمر أم فهد بارك الله فيك بالنسبة لأختي يقولي لهذا نوع من أنواع الابتلاء ليتعرض له الإنسان في هذه الدنيا والواجب عليها الصبر واحتساب الأجر من عند الله عز وجل والمحافظة على رأس مالها وهو زوجها هذا أهم شيء أن تحافظ على رأس مالها زوجها وأولادها وبيتها وبالنسبة لحماتها هذه ستلقى جزائها إن لم يكن في الدنيا فهو في الآخرة مدام أنها تعرضت لها ظلما وعدوانا وافترت عليها الكذب واتهمتها وبهتتها هذا كله والعاذ بالله عقوبته معجلة في الدنيا فإن أمهلها الله وعطاها وقت لتتوب ولم تتوب فعقابها في الآخرة شديد ولذلك يقول الله جل وعلا ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينة النبي عليه الصلاة والسلام يقول من ضار الله به من ضار الله به ولذلك بالنسبة لأختك أخت الفاضل يقول له تصبر وتحتسب وهذا الصبر ليس له حدود الصبر يجب أن يكون لا حد له لا تقول والله أنا أعطي نفسي سنة سنتين لا والله عز وجل حينما أعطى الصابرين الأجر في مقابل طول النفس في الصبر قال جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فالصبر لا حد له من حيث الأجر والثواب كذلك يجب على الإنسان في الدنيا أن يصبر صبر ليس لهم يعني تأقيت وإنما يصبر صبرا طويلا و لا يجعل له أمد و قولي لها بأن ستجد بركة هذا الصبر و احتساب الأجر لأن المظلومة والله عز وجل مع المظلوم ستجد بركة هذا في نفسها و أولادها و بيتها و زوجها و أهم شيء أهم شيء أن تقنع زوجها بأن هذا الكلام الذي يذاع و ينشر و تتهم فيه غير صحيح و الواجب أن تقول لوالدة زوجها تقولها اتق الله اتق الله ما الذي تنقمين علي إيش اللي زعلك مني إذا كنت أنا متسببة في شيء فأنا أتوب إلى الله وأستغفر الله وأطلب السماح منك و العفو إذا كنت لم أتسبب في شيء فلماذا تظلمينني لماذا تظلمينني والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي و جعلته بينكم محرما فلا تظالموا يقول جل وعلا في القرآن و ما ربك بظلاء من للعبيد النبي عليه الصلاة و السلام يقول الظلم ظلمات يوم القيامة و الظالم يعجل له العقوبة سبحان الله في الدنيا فالله عز وجل يمهل للظالم يمهل له يعطيه الوقت و كذا فإذا منتهى و لا ارتدع و لا انزجر أخذه الله و الله عز وجل إذا أخذه إن أخذه أليم شديد فتذكرها تخوفها بالله تقيم عليها الحجة تقول اتق الله في حساب غدا في رب جل وعلا بحاسبنا حكم عدل جل وعلا وتقدس لماذا تحرسين على تدمير حياتي و تشويه سمعتي تقول لها الكلام هذا لعل الله عز وجل يرقق قلبها فإن استجابت الحمد لله كسبت خير أختك و إن لم تستجب فالخير لأختك و الوزر على هذه الحرمة و على الناس أن يتقوا الله و أن يخافوا الله و أن يعيشوا بسلام فالله جل وعلا أمرنا بالسلام و دعانا إلى دار السلام و أنزل علينا تحية تحية السلام يجب على الناس أن يعيشوا هذه المناخات و الأجواء المشبعة بالسلام و إحسان الضم بالآخرين و كف هذا اللسان و العياذ بالله للأسف الشديد بعض الناس يطلق لسانه في القيل و القال و في الغيبة و النميم و في الخوض في الأعراض نسأل الله العافية و السلامة بعض الناس سبحان الله ما كأنه يعرف الله و لا كأنه يعني يعتقد بأن الله يراه و يسمع كلامه و لا يعتقد بأن هناك ملكين عن اليمين و عن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد و لذلك البغي هذا البغي و الظلم و البهتان هذا من الذنوب العظيمة التي يعجل الله عز و جل فيها العقوبة اتقوا الله بعض الناس للأسف الشديد هكذا عنده أسهل شيء أن يتهم أعراض الناس و يتهم الناس في سمعتها و شو سمعتها خاصة النساء المرأة سمعتها المفترض تكون مثل الذهب فلما يتحدث فيها الناس يعني ستسقط عند الناس و الناس يعني في الغالب ما يتثبتون فعلى الناس أن يتقوا الله و لذلك عظم العقوبة على قدر عظم الذنب كما أن عظم الجزاء على عظم البلاء كذلك عظم العقوبة على عظم الذنب هذا ذنب عظيم فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما من ذنب أجدر أن يعجل الله فيه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره في الآخرة من البغي و قطيعة الرحم البغي البغي و قطيعة الرحم و بعض الناس يعتقد بأن العقوبة فقط تنزل عليه بحريق و لا حادث و لا شيء و لا موت و لا كذا لا في عقوبات أعظم عقوبات أعظم تدرون ما هي؟ يسلب الإيمان لما يسلب الإيمان يضرب بقلبه و العزم بالله مع قلبه قاسي ما ينفع فيه تذكرة و لا موعظة و لا عظة و لا تخويف و لا ترهيب ما ينفع فيه هذا أعظم ذنب أعظم ذنب يضرب به العبد يوم أن يسلب الإيمان من قلبه و يوم أن يضرب قلبه بالقسوة نسأل الله اليعافية نوأ إياكم فأقولي لا تصبر و تحتسب و كل لحظة من لحظات حياتها تصبر فيه لها أجر و ثواب و الله عز وجل يبارك لها إن شاء الله و حاول أهم شيء تكسب زوجها و تقول له هذا الكلام غير صحيح هذا الكلام غير صحيح و احتراما لزوجها لا تتجاوز الحدود بسبها أو شتمها أو شيء و إذا يعني رأت بأن المرأة هذه خلاص إمرأة وصلت مرحلة من القسوة و رافضة أنها تنتهي عن مثل هذا الكلام تدعو عليها ما في شيء تدعو عليها فالله عز وجل أذن للمظلوم أن يدعو على الظالم أن يدعو على الظالم لا يقول جل و على لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم إلا من ظلم يرفع أمر المحكمة لولي الأمر للمفتي لكذا أو يدعو يرفع إيديه إلى الله عز وجل و النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن ثلاث دعوات مستجابات و منها دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام و يقسم و يقول و بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين